ولكن والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه سأظل أدك معاقل الباطل وأهدم حصون أهل البدع والضلال ما حيث لأنك تفتح الإعلام للمجرمين وتقفل الإعلام في أوجوي أهل الحق أنت ترضى بأن يسبى الله في إعلامك أنت ولا ترضى أن يدافع الناس عن دين الله خبت وخسرت وأسأل الله أن يكسرك أنت ما ترضى يدافع عن الله وترضى ناس يسيبوا الله تكون مبسوط أنت قال الدنيا دي بالدوم أتظن أن المال سيدوم قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق قال المفسرون معناها أي لا يتغيرن الحال من حال إلى حال وهذه سنة الله في خلقه من غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى ومن صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة ومن حياة إلى موت وربنا موجود سيعاقبك ويسألك ويحاسبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إعلام مفتوح لرجل يقول الله بتلب لما نسمت إن شق الله بمشوين بكل بجاحة وبكل وقاها لا يستحي من الله ولا من عباد الله وما زال الإعلام مفتوحا له الذي قال إن الله في السماء ليس أحد من البشر بل هو الله نفسه جل جلاله في سورة الملك قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخصب بكم الأرض فإذا هي تمر أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الذي قال إنه في السماء هو الله فمن هو هذا الذي هو أعلم من الله قالوا هذا الرجل دجال القنوات هو رئيس رابطة علماء التصوف هكذا مكتب ولم أكتبه أنا هو الذي قال هذا الكلام الباطل رد على هذه الآية أأمنتم من في السماء قال الذي في السماء هم الملائكة الذي في السماء هو جبريل قلنا له نعم ليست الآية أن الذي في السماء هم الملائكة بل هو الله بدلالة باقي الآية أأمنتم من في السماء أن يرسل أن يخصب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا من هو الذي يفعل هذا هو الله بلا خلاف قلنا له ثانيا الدليل الثاني إذا كانت الملائكة أو جبريل في السماوات وأن الآية قصدت الملائكة وأن الملائكة في السماوات فإن الله قال عن الملائكة الذين في السماوات يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وانتهى الأمر والدليل الثالث الحديث الذي نتكلم عنه قال لها يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة قال العلماء والفقهاء فمن أقر أن الله في السماء وآمن برسول الله فهذا مؤمن حقا قال الفقهاء والحديث دليل على جواز السؤال بأين الله لأن الذي سأل وقال أين الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو حنيفة من قال من أنكر الله في السماء فقد كفر نقله عنه الذهبي في كتاب العلوم وصحاه الألباني ورحمه الله قال الإمام مالك الله في السماء ومعنى بعلمه لا يخلو منه شيء وأما قول الدجال إذا كان الله في السماء لما تنشق السماء الله بتلب هذا بليد لأن لفظة أأمنتم من في السماء لفظة في تأتي بمعنى على وهنا في هذه الآية أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء في بمعنى على وليس داخل وليس داخل والدلل على هذا من القرآن نفسه وأعظم تفسير القرآن ما كان بالقرآن وبكلام الله قال تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض قال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جزوعها وعلى ظهرها قال تعالى فامشوا في مناكبها أي أمشوا على أطراف الأرض على ظهرها وليس داخلها وليس داخلها إلى غيرها من الآيات فأأمنتم قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء وليس داخل السماء لأن السماء مخلوقة ولا يمكن للخالق أن يكون داخلها وإنما أأمنتم من في السماء أي من على السماء ودليل على ذلك أيضا ما جاء في قصة الإسراء والمعراج أين صعد النبي عليه الصلاة والسلام وأين عرج إلى السماء الأولى عرج به إلى الثانية إلى الثالثة إلى السابعة والقصة معروفة ففرض الله عليه الصلوات هناك وما معنى المعراج أي الصعود إلى أعلى تعرج الملائكة والروح إليه في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة يَعِيْسَا إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُهُ يَرْفَعُهُ وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وعند الذهبي في كتاب العلو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقول ألا هل بل لم ثم يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم فاشهد ثم ينكتها وفي الدعاء في الدعاء أنت ترفع يديك إلى السماء ولا تنزلها كذا إلى الأرض لأن الله عز وجل في السماء أما الآيات التي يستدل بها البعض ولا يفهمها فقد فسرها السلف سُئل سُفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال علمه علمه وهذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله الله بالسماء ومعنا بعلمه وفي قوله معنا بعلمه كل الآيات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وغيرها من الآيات أي بعلم الله تعالى كما ذكر السلف والصحابة والعلماء وإنما ألف العلماء الكتب ككتاب الذهب العلو للعلي الغفار لإثبات أن الله عز وجل في السماء ولأن الجهمية وهي طائفة ضالة كفر العلماء والسلف أئمتها وعلماءها لأن الجهمية هم الذين أنكروا أن الله في السماء وغيرهم من أهل البدع فاحتاج العلماء أن يقرروا العقيدة التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمةٍ واحدة يا جارية أين الله قالت في السماء وأنت رسول الله قال أنت مؤمنة أعتقها يا رجل لم يكن المسلمون يحتاجون إلى كثرة المؤلفات لأن القرآن والسنة واضحٌ فيها كل شيء ولكن احتاج العلماء أن يردوا على أهل البدع لأن أهل البدع أنكروا صفة الاستواء قال هذا الدجال أيضاً لو قدت ربنا مستوي على العرش ده معناة العرش أكبر من ربنا وده باطل وده كفر في إزاعة المساء مية واحدة أولٌ بارح وأنا أسمع وأسجِّل له دائماً لأننا إذا تركناه لأننا إذا تركناه ضاعة الأمة لأنه رجلٌ مُكِّن له بالإعلام بفعل فاعلين أرادوا إبساد الدين أرادوا محاربة رب العالمين ولكن أُطمِّن جميع المؤمنين الصادقين بقوله جل وعلا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَّا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون فوالله وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون دين الله محفوظ ولكن الدين يحتاج إلى رجال كما روي عن عمر قال يا له من دين عظيم لو كان له رجال يدافعون عنه ويحملون همه ويغضبون من أجله وينافحون من أجله ويقدمونه قبل أموالهم وأرزاقهم وأبنائهم وقبل كل شؤون الدنيا لأنه دين الله تبارك وتعالى وهذا الكلام الذي قاله باطل هذا الدجال لأن الذي قال إنه على العرش هو الله الرحمن على العرش استوع فأنكر هذا الدجال آيب الآيات تكررت في كتاب الله تعالى أنكرها صراحة بقوله لو قدت ربنا استوى على العرش ده معناة العرش أكبر من ربنا وده باطل كفر الذي قال إنه مستوي على العرش هو الله أما قولك ده معناة العرش أكبر فأنت كذب لأن الله ما قال إن العرش أكبر وإنما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى لأن الله تعالى يقول ثم استوى على العرش إلى غيرها من الآيات وأنا ما زلت أعجب وأغضب لرجل ينكر القرآن وآيات صريحة قالها الله من السماوات ينكرها والناس ينظرون بل بعض الضلال من المجرمين لا يقبلون الرد بالحق على الباطل ولكن خابوا وخسروا الله خابوا وخسروا الله دليل آخر قالت زينب إن تجحش تفتخر على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرائرها قالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وجاء بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائلٍ فأعطيه هل من مستغفرٍ فأغفر له هل من داعٍ فأستجيب له وذلك كل ليلة والله تعالى أعلم وأحكم وصلِ لهم وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وقموا إلى الصلاة